سلام الله عليكم قال هارون الرشيد لأعرابي بما بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة قال بحلمه عن سفيهنا وعفوه عن مثيئنا وحمله عن ضعيفنا لا منان إذا وهب ولا حقود إذا غضب رحب الجناني سمح البنان ماضي اللسان فأومأ الرشيد إلى كلب صيد كان بين يديه وقال والله لو كانت هذه في هذا الكلب لا استحق بها السؤدد